إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في تشكيل اللوائين المشتركين بين قوات البشمرقة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها والتي تشهد فراغا أمنيا وذلك للحيلولة دون تكرار الهجمات الصاروخية التي تطال الإقليم بين الحين والآخر معتبرا أن سد الثغرات في تلك المناطق سيمنع الخارجين عن القانون من تنفيذ هجمات ضد إقليم كردستان